بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي وهلأ مع الدكتور سالم أبو الغنم استشاري طب وجراحة العيون رح نحكي عن جفاف العين في فصل الشتاء وكيف نتعامل معها أهلا وسهلا فيك دكتور أهليم صباح الخير كيفكم؟ صباح الورد صباح الخير دكتور سالم صباح النور أحبين نعرف أكيد بفصل الشتاء كيف الواحد يعتني بعيونه هل الجفاف بيصير أكتر وخاصة لأنه كمان هلأ بيصير فيه دفع جوه البيت وبره بيكون برد كتير نعم فصل الشتاء عادة هو أكتر فصل بيصير المريض المتبعاني من جفاف العين بيزيد فالناس تستغرب أنه بالشتاء وعادة متعودين أنه بالصيف ممكن يزيد هو فعلا بالشتاء أكتر موسم بيأثر على العين من ناحية جفاف العين زي ما احنا عارفين يعني الريح الشتاء أو الهوى البارد بالشتاء بره البيت وبدخل الإنسان على البيت جوه حامي هلأ الشغلتين مشتركتين بالشتاء والحم والبرد أنه الهوء بيكون ناشف ما فيه رطوبة نهائية لا بره البيت وجوه البيت بالتدفئات بشكل عام سأيش ما كانت نوع التدفئة بالبيت بتخلي الهوى ناشف وبره الهوى أصلا ناشفة بالتالي هذا بيزيد من جفاف العين بيزيد من تهيجها هلأ شو بيصير عادة بيشكر المرضى ليش بيزيد نحكي لأنه بيصير يشكي من حمار أكتر بيصير حكة أكتر بحس عيونه بيحرقوه أكتر وبعض المرضى ممكن يصير عندهم زيد كمية الدمع من نتيجة حرقية العين طب هل في أضرار أخرى البرد بيسببها للعين غير الجفاف؟ نعم البرد بشكل عام بيأثر على العين شغلتين أولا ممكن يؤدي البرد الناشف أو الهوى الناشف في تجريح القرنية فبالتالي بيصير وجع واجع قوي جدا بالعين نتيجة برد القرنية خاصة بالمناطق التي فيها التلج خاصة في الكل إنها التلج اثنين الجفاف نفسه إذا زاد كثير بيؤدي إلى تجرحات وزيادة حمار العين وممكن يؤدي إلى حرقة مريض ما يتحملها حتى بفصل الشتاء طب إيش النصائح اللي ممكن اليوم نحكي فيها بتعطيها لكل المتابعين يعني دائما فصل الشتاء شغلتين مهمات عندنا بنحكي للمرضى أولا أنه استعمال قطرات الترطيب إذا هو من تعود يستخدمها أو ما يستعود يستعملها هلأ إذا ما بيعاني من المرض لابد أنه من تقييم المرض شغلتين لبس النظارة الشمسية وناس تستغرب أنه هل بيش تألبس نظارة شمسية نعم فيه نظارات شمسية أو واقيات الريح تكون مثلا نظارة مائلة على جنب فالمريض يلبسها أو الإنسان تحميه من الهوى هلأ الهوى دايريكت على العين سواء كان بارد أو حامي بيزيد تبخر الطبقة الدمعية ولما يزيد تبخر الطبقة الدمعية بزيد نسبة الجفاف بالعين فجزء منها زي ما حكينا قطرات الدمع الصناعي أو النظارات الشمسية أو واقيات الريح التلاثة المهمة بالبيت أنه عادلا إذا كان نوع التدفئة كونديشينات حالي مستعمل ناس كونديشينات أكتر من التدفئة أو روديتر صارت إنه ما يكون الهوى دايريكت على وجه الإنسان لأنه كان دايريكت على وجه الإنسان بزيد الجفاف وبيزيد نشفان العين شغلة ثالثة إنه فيه بعض البيوت منحب نحب نحط فيها هوميديفاير أو مرتب للبيت بيمتصل الغبار الموجود بالهوى وبيزيد كمية المي الموجودة بالهوى فيصير رطب أكتر وهذا باستخدمه كمان أكتر لما يكون في عندهم أطفال صغار رضع أو بيك خاصة مرضى الأزمة كمان موجود عنده لأنه بيخفف كمية الداست أو الغبار الموجود بالهوى وبيعطي كمية هوى رطب كبيرة جدا طيب دكتور يعني إذا أهملنا هذا الموضوع إيش ممكن يؤدي يعني جفاف العين مثلا إذا تم إهماله بشكل كبير وما استخدمنا الأطراط ما كنا نشرب مي وإحنا بالمناسبة بننسى نشرب المي بفصل الشتاء لأنا ما منعطاش السؤال مهم كثير لأنه دمع الموجود بالإنسان جزء منه كمية المي اللي بشربها هلأ قد ما تشرب مي بيكون في عندك الدمع رطب هلأ مهم جدا ترطيب العين هلأ مرض جفاف العين مرض ما بيستهان فيه لأنه إذا كان عندنا أدت أنواع من مرض جفاف العين متوسط وبسيط ومتقدم جدا هلأ إذا كان المريض عادة بين الحالة متوسطة ومتقدمة ممكن يؤدي إلى تقرح بالقرنية نعم ويسوي عتامع القرنية ممكن يتأدي إلى نزيف بالملتحمة العين ممكن يؤدي إلى ضعف بالنظر إذا كان الجفاف خوب عشان هيك أي حالة من حالات الجفاف ما منهملها منتابعة بشكل كويس عشان هيك مرضى الجفاف نحن مرضانا متعودين علينا وبيجوا عنا كمرضى جفاف عين منركز بفصل الشتاء بالذات أكتر من فصل الصيف على ترطيب العين تمام طيب هلأ صار الدنيا شتاء وما رطبنا العين زي ما هلأ كنا عم نحكي وصار في عنا كل هذه الأمور والجفاف هلأ كيف منقدر نحافظ أن نرجع العين لصحتها فعليا وكيف الواحد يعرف أنه هو مثلا متعرض للجفاف أكتر من شخص آخر لأنه يعني كنا نبارح الآن نحكي بهذا الموضوع أنه يقول لك مش كل الناس يقول لك لازم تشرب ست كسات مي معناته هذا البداية لجسمك في ناس أكتر في ناس أقل حسب حاجة كل جسم هلأ إحنا دائما بنعتمد بتشخيص الجفاف على الشغلتين الأعراض اللي بشكي منها المريض نعم هلأ عادة الأعراض إذا كان الجفاف كبير أو عالي بيكون دائما عنده حرأة بالعين عنده حمارة عنده مثلا عدم وضوح بالرؤية عنده شعور غريب بعيونه دائما فيه رمل فيه تراب هذا دائما عنده جفاف فهي بشكي دائما الشغل التالي بنعتمد عليها بالتشخيص بعد الأعراض المريض هي فحص المريض على جهاز العيون أو فحص المريض بمواد خاصة بتبين قديش نسبة الدمع هلأ كل إنسان اللي عنده نسبة إفراز من الدمع هاي بيدي القيمها طبيب العيون ضمن تحليل خاص موجود بعيادة العيون نعم بيعرف أنه أنت طبيعي إفرازك للدمع أو غير طبيعي وانس إنه حس إنه مش إفرازك للطبيعي لابد إنه يتدخل هلأ ندخل بعلاج جفاف العين هو علاج مراحل طويلة هلأ فيه إشي سمبل أو بسيط هو بالقطرات أو بالجل هلأ في مراحل تانية فيه قطرات أقوى بتحفز الغد الدمعية نفسها تفرز أكثر أكثر منها تعطي قطرات ترطيب بعدين ممكن نروح لعلاج بالليزر للغد الدمعية أو للجفون أو الغد حوالين الجفن فبتزيد إفراز الغد دمعية ممكن بعض الحالات نروح لجراحة في حالات متقدمة من جفاف العين لهذه الدرجة لا نستهين بقضية جفاف العين لا نستهين فيه بس دكتور حكيت الليزر مرات الليزر خصوصاً اللي عملين تصحيح نظر بالليزر أو بالليزك بزيد عندهم الجفاف وكمان حبي أسأل على اللي بيستخدموا عدسات لاسقة كمان هاي بتزيد الجفاف يعني إحنا اللي بيسوي الليزر أو الليزك بيسوي ممكن بعض المرضى مضاعفات جانبية إنه تزيد الجفاف فدائما نحن نخليهم لفترة تقريباً ست شهور لسنة عن مرطبات أو أكتر حتى حسب نوع الجفاف هلا دائما منوصي اللي بلبسوا عدسات لاسقة خلال النهار أيش مكان نوع العدسة لابد من ترطيب العدسة دائماً خلال النهار حسا العدسات الموجودة حالياً إنها كرة بتقدر تستعمليها أكتر من 12 ساعة أو 12 ساعة والقطرات الموجودة ما بتأذي العدسات أو زمان كان في قطرات تأذي العدسات اللاسقة هلا القطرات الموجودة ما بتأذي العدسات اللاسقة فلابد الإنسان اللي بلبس عدسات لاسقة بغض النظر إنه دائماً يحطها قطرات ترطيب حتى تزيد ترطيب العين يعني خلال الـ 12 ساعة اللي هنا تلبسين فيها العدسات اللاسقة لازم دائما يصير فيه ترطيب للعين نعم لازم تكون العدسة دائما رطبة يعني حتى بعد ما تنحط نضل بالـ 12 ساعة خلال يعني أثناء لبسك للعدسة دائما تحطي قطرات ترطيب مع العدسة تخلي العدسة رطبة والقرنية رطبة والعين رطبة بشكل عام تمام يعني إذن النصيحة بشكل عام إنه ما نخلي عيوننا تتعرض للجفاف خلال فصل الشتاء ونحاول دائما نرطبها سواء بالقطارات أو سواء بشرب المياه نعم أو نخليش دائما الهوى بوجهنا نعم سواء بالسيارة أو بالبيت ما يكون الهوى الحامي دائما الوجهه أو الهوى البارد لأنه بزيد نشفاني للعين تمام مرات كتير ناس بيحكوا أنه النظارة الشمسية بالشتاء أنه ليش بتنلبس هي كمان حماية من الهوى بس مش من الشم نعم هي حماية من الهوى البارد بالضبط عشان ما يعمل حتى لفحها على قرنية العين وعلى الطبقة الدمعية يعني نحن بنلبس نظارة بالشمس بس هي مش عيب ولا إيش بس هي حماية العيوننا أكيد شكرا جزيلا دكتور يعطيك العافية شكرا جزيلا بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي شكرا جزيلا